بخصوص الموضوع الرماد الذي تكلمت عليه غير ما مرة في هذه الدواء الموضوع الرماد الذي اليوم متضامن مليون لا تتوفر فيهم الشروط لكن خرطت مليون ونص جديدة كان المفروض أن تستفيد من هذا الدعم وعيده مرة أخرى الذي أقرته الحكومة وأقرته بلادنا في إطار واحد السياسة الاجتماعية هو أن يستفيد منه من يستحق ذلك الدعم دبا الآن هذا الموضوع الذي تكلمت عليه إذا رجعنا القانون المنظم الحماية الاجتماعية غلقوا بأنه فرد واحد رأي يعتبر فرد واحد رأي يعتبر رب أسرة يعني بمعنى أنه لا يمكن أن نقصيه بأي شكل من الأشكال وبنك أنك نقش هذا الموضوع في البرلمان تطرح هذا النقاش هذا فلابد أن نؤكد مرة أخرى أن القانون ما فيه ما يمنع هذا المسألة هذه لكن ما هو أساسي هو أنه المعايير التي وضعت إلى حد الآن أعطتنا واحد الرقم سأعيد التذكير به مرة أخرى بالضبط يوم 28 نوفمبر آخر أرقام كانت تؤكد بأن النظام الرامد الذي هو اليوم المتضامون يستفيد منه 11.5 مليون مواطن مغربي لا نتحدث عن الأرقام الفقر والهشاشة في بلدنا بيانسور ما كتوصلش إلى 33% لأن 11.5 هي تقريبا تلت دي المواطنين المغاربة الأرقام دي الفقر والهشاشة ما كتوصلش للتلت لكن هذا يؤكد بأنه هذا النظام الآن الجديد دي المتضامون الذي يكلف الحكومة 9.5 مليار درهم سنويا لكي تؤدي في مكان هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الأسر يعني ذاك الإنخيرات ديالهم في نظام الضمال الاجتماعي اليوم لكي يستفيدوا من المجانية في القطاع العمومي ويستفدوا بحالهم بحال جميع الموظفين والأجراء والمستخدامين لكي يستفدوا من نظام ديال الضمال الاجتماعي هذا يعتبر عملا مهما لكن واش 33% من المواطنين المغاربة كلهم يعيشون في وضعيات فقرين أو هشاشة ربما هذا يحتاج إلى نقاش آخر لكن المهم الآن هو أنه 11.5 مواطن مغربي تؤدي لأنه باش نفهمون النظام ديال الآن متضامون راي ماشي فقط يستفيدون هكذا راي الحكومة تؤدي مكانهم الانخراطات ديالهم بشكل منتظيم شهري يتم الأداء بحال هم بحال أي موظف أو بحال أي واحد يؤدي هذه الانخراط في الشق المرتبط بغير الأجراء يعني الذين يزاولون نشاطا خاصا فالحكومة تؤدي مكانهم وإلا صندوق الضمال الاجتماعي لما أدتش الحكومة راي لن يجد الإمكانيات المالية باش يواجه دونك الضمال الاجتماعي اليوم يتعامل مع جميع المواطنين المغاربة على قدر المساواة كلهم تتلقى منهم ذاك الانخراط ديرهم إما إلا كان أم متضامن كتخلص الحكومة إلا كان في القطاع العام ولا الخاص راي نعرفوا الإمكانيات كيفاش يتم تأديتها إلا كانوا هاد الناس اللي ماشي أجراء ولكن يشتغلون في القطاع الخاص من هاد المهن راي الحكومة حددت لهم المبالغ التي يجب أن يؤدوها لكي يستفيدوا من هذا النظام فاليوم صحيح أنه مليون ما تفرد فيها الشروط لكن مليون ونصف هي ناس التي كانت تستحق أن تكون في هذا النظام هي اليوم مستفيدة من هذا النظام شكراً على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحباً بك ترجمة نانسي قنقر